بدأت لجان الصياغة التي شكلها مجلس أمناء الحوار الوطني بل ورثة وتنقيح المقترحات والتوصيات المتوافق عليها بشكل نهائي داخل جلسات الحوار الوطني التي عقدت خلال الفترة الماضية وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني طلعت عبدالقوي إن مجلس الأمناء سيضع خلال الأسبوع الجاري جدول أعمال الجلسات المقبلة تمهيدا لاستئناف الجلسات واستكمال مناقشة باقي الموضوعات الخاصة بالحوار الوطني هذا وقد تم التوافق خلال جلسات الحوار الماضية على حوالي سبعة موضوعات أبرزها قانون التعاونيات ومفوضية عدم التمييز وقانون الوصاية على المال والجمعيات الأهلية ولفت عبدالقوي إلى أن هناك بعض الموضوعات ستحتاج إلى جلسات نقاشية أخرى مثل قانون الأحزاب والانتخابات